جد كثيرة جدا متنوع ليه تجربة مصر فريدة؟ في حد عمل زينا في مواجهة فيروسي أو علاج مصاب بفيروسي في حد زينا في العالم ولا هي بالفعل تجربة فريدة؟ لا ما فيش حد زينا في العالم ولا حد يقدر يبقى زينا في النموذج ده غير قابل للتكرار خارج مصر عشان؟ ليه؟ لأن مصر كانت أكتر دولة في العالم فيها فيروسي من حيث النسبة بالنسبة لعدد السكان مش العدد المطلق يعني وكان في كل مؤتمر عالمي لكبد أول محاضرة بتبدأ بأول سلايد خريطة العالم ومصر الدولة تقريبا الواحدة اللي معمولة بالأحمر إن فيه 71 مليون إنسان في العالم عندهم فيروسي فيه منهم 5-6 مليون في مصر لوحدها فدي أكبر بلد في العالم ويعودوا بقى يقولوا ليه كانت أكتر وإلى آخره وإن ده وباء ويعني ربنا معاهم كانت حاجة مؤلمة جدا واستمرت سنين طويلة ألم وأنا بشوف الأرقام دي ألم شديد شديد ما لوش حل لأنه عايز عشرات المليارات من الدولارات وقوة العمل في البلد دي بعد عشرين خمسة وعشرين سنة حتى تضاءل فهذه دولة اقتصادية واجتماعية منطبحلة 2002 2002 ملف كامل فيه عدد في النيوزويك وباء يؤدي إلى انقراض دولة بمعنى وبيقارنها بالإيدز في جنوب أفريقيا ده 2002 أن الناس دي وكان حتى فيه مبلغة في الأرقام يعني إحنا كانت النسبة أيامها بيتقال إنها 12% كانوا كتبين إنها عشرين كالعادة يعني وحاجة ربنا معاهم فده حجم إيه المشكلة وإحنا هنا كنا حسين طبعا بس مش عارفين ولا لأ عارفين إن فيه وباء مش عارفين نعمل إيه ولا ما كانش فيه أيامها كان لسه حتى الحؤن والكلام ده لسه بدأ ما كانش فيه علاج فالدنيا لما اتطورت وبقى فيه علاج حؤن لو حدقت تذكر وكابسولات لمدة سنة ونسبة نجاحها 40% علاج لكن الكورس كان بستين ألف جنيه فبرضه مين اللي هيتعالج وحتعالج كم واحد وفيه كارسة كانت عندنا كبيرة جدا هي إن فيه 150 ألف حالة جديدة سنوية فأنت محتاج عشان تقضي على الوباء ده تعالج على الأقل كل سنة نص مليون وده غير وارد ونصه أكتر من نصهم مش هيجيبه نتيجة لغاية ما الدنيا التوارض أكتر وبقى فيه دواء يعطى أقراص بالفام لن أنسى أول مرة طلع فيها الدواء ده كنا اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكابدية اللي هما الأسادزة الأبطال نعم اللي كانوا مهتمين بالموضوع ده من الأول مين؟ الدكتور وحدوس دكتور جمال عصمت نعم دكتور إيحيا الشازلي نعم دكتور أيمن يسري دكتور إمام واكد دكتورة منال حمد السيد دكتور عبد الحميد أبازة أنا مش عايزة أنسى حد يعني دول مجموعة مجموعة